الحمد لله بركاته أعزائيك الله بصف الثامن بالدرس السابق بدأت منكلاه عن شعر الديدان الحلقية وحكينا عن دودة الألم ونتهينا منها هلأ اليوم رح كتب شعر الديدان الحلقية في عنا دودة العلاق دودة العلاق هذا هو شكل دودة العلاق شوفوا شكلان حلق براماً حلقة مقظم إلى حلق العالم العربي اللي انتشف عنده دودة العلاق هذا هو طبيب أبو بكر الآن ونتريد إلي عين يعيش دودة العلاق تعيش في المياه العزبة الراقبة يعني ما بتعيش متوفر عن الإنسان مثل ما نشفتنا بالدان الشريطي إذا بيته يعيش في المياه العزبة الراقبة مثل مياه المرق والمستنقعة وبعضها يعيش في البحار أو على الغرض في البيئات الرطبية في البيئات الرطبية تتعيش أخي ممكن في البيحار أو البرق والمستنقعة وتشوف اللي بدأت كلها عن الشكل الخارجي بالألعاب الجسم مقسم إلى 33 حلقة جسمها مقسم إلى 33 حلقة لها محجم أمامة من ناحية الفم ومحجم خلق في منتصف المحجم يوجد الفم ويكون الفم مزود بثلاثة فقوق الفم مزود بثلاثة فقوق ويتراوح بثلاثة الدودة تقريبا من 10 إلى 20 سنتر متر بالنسبة لأداء التغذية كيف يتغذى العلاق؟ يتغذى بالدماء الحيوان المختلفة حيث شوف على طريقة التغذية عند العلاق يتثبت على عائلها العلاق تتثبت على عائلها الذي هو الحيوان الذي هو المطيب بواسطة المحجم المحجم الأمامة والخلق ثم تثقب جلده وسطة الفقوق الثلاثة الموجودة في الفم إذن تثقب جلد المضيف من دون أن تحدث ألمان من دون أن تحدث أي ألم وتفرض مواد تمنى تخصر الدم كلها تم تعرفها يصير عندي سطق بالجلد ينزل عندي أو ينزل دموي ولكن لحتى ما يصير عندي التجمد للدم أو تخصر الدم فتحاول كلها تم تعرف الدم فقط نتعرف الهواء التي تتفتت عند الصفيحات الدموية ويتخسرها الدم فلحتى ما يتخسر الدم وتستفيد من الدودة تفرض مواد دم لتخصر الدم التكاثر عند ردان العلق العلق خنصوي يعني جهاز تكاثر الذكري والخنصوي ويوجد في لفظ الكائن الحياة إلا أن الأقتران يطلب بشكل متبادل بين الددين مثل طريقة الأقتران موجودة عند دودة الأرق فالشكل هذي يكون انتهد حسنا بالبيدان الحاجة الوظيفة تقول هي مبارعة سؤالين السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة يلاحظ في جسم دودة الأرق حلقات منتفخة تدعى الشرج البطن السرج الفم الفم اثنين تصنف دودة العلق من البيدان المنبسطة الحبية الحلطية الشريطية السؤال الثاني أعطي تفسيراً رمية لكل مما يأتي يعني أنا عنكم السؤال عنه ألف يسهم الدم في دودة الأرض في نقل الأكسجين شو السبب؟ ب عدم تخطر الدم الذي تتغذى به البيدان أو علق هلأ حكينا بدرست شو السبب؟ الشكل هذي يكون انتهى درسنا إذن شكراً لكم